السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات أم هيتم كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية يومي إن شاء الله الرحمن الرحيم وكيف شتوا معي في الصور قد نقترح لكم كيك في المقلات بدون فرن ببيضة واحدة كيجي كيك رائع وخفيف بزاف ومن أروع ما يكون وبتزيين كذلك لوازوين واقتصادي وفي المتناول كيف عودتكم كانت منعجوكم إن شاء الله فخليكم مع الفيديو باشتوفوا المقادر وطريقة تحدي بالنسبة للمقادر نحتاج هنا بيضة واحدة حبة وحدة دي البيض من الأفضل تكون بالحجم الكبير وبدرجة حرارة الغرفة عندي هنا كيس دي السكر فانيلا وجوج أكيس دي الخميرات الحلويات كل واحد فيه 8 جرام بالمجموع 16 جرام عندي كاس دي السكر ثاني ده أو لا سكر حبيبة ما يعادل 150 جرام عندي كاس دي الحليب ما يعادل 180 ميليليتر كذلك الكاس دي الزيت ما يعادل 180 ميليليتر وعندي هنا سجد مع القكبار دي الكاكاو المر وعندي هنا الدقيق أبيض ممتاز لخاص بالحلويات هنا تقريبا أنا عندي 300 جرام أو لتلتة دي الكووس وغادي نشوفه بالضبط شحل كميال اللي غادي نحتاجه دي الدقيق ننتقلوا لطريقة إن شاء الله في الكاس دي الخلاط الكهربائي وممكن تخلطوا هاد المقادر غير يدويا محتاجوا للكاس دي الخلاط الكهربائي أنا غير باش نسرع العملية سوف نبدأ هنا بالسوائل اللي هي عندي هنا كاس دي الحليف كيف قلت لكم كاس دي الزيد كاس دي الزكار ساشي دي الفانيلا ما يعادل 7 قنص قران ممكن تستعملوا أي نوع دي الفانيلا ولأي نوع دي المنكيهات تبغيتو حباء دي البيض تبصيل سوف نزيد الجزء مع القصة الكابير والكاكا والمور وسوف نزيد كذلك القبيصة للملحة سوف نضيف مضوعة الطقل ثم سوف نضيفه بعد من التخلط الخليط الخلط به نمزين كما ترى خلق الفقاعة سوف نفرغوا في الاناء الدقيق تدريجيا نضيف الدقيق تدريجيا الدقيق قد نضيف الدقيق نضيف الدقيق كيس ماء 6 جرام كل كيس فيه 8 جرامات وغادي نبدأ نخلط بسم الله سفي كم قا نخلط الكيك ديالي بهذا الشكل هذا غادي نشوف القاوام ديره ففي العادة هاد الكيك هدا كي ياخد مني جوج ديال الكووس ديال اللي عندها او اقل بملعقة فانتو ما غادي تبقى وضيفوه دقيق تدريجيا يعني غايا اخد لكم جوج الكووس حتى الجوج الكووس اقل بملعقة حتى غا تحصلوا يعني على القاوام ديال الكيك الاعتيادي اللي موال فيك نخدموه وغادي ندوتو ان شاء الله باش غادي نديروه في الميقلات سوفين بعد ما كان نخلط الخالي ديال كيك ديالي بهذا الشكل هذا جبت هنا واحد الميقلات انا عندي الخطر ديالها هنا 25 سنتيم دهنتها بزبدة في الاول ورشيتها بالضقيق ودعبا غادي نفرغ فيها هات الخالي ديال كيك سوف نفرغنا الخالي ديال بها الشكل هذا مزيان نحاول نسرحه في الميقلات يعني بشكل يكون متساوي بعد مسترحة الخليط بحلقة في المقلات سنضيفها فوق النار سنضيف النار مهي لكيف تشوفه بالنسبة لي انا سنضيف هذا العازل الذي نضيفه عدسة تحت الطاجين لا يوجد هذا ايضا مقلات اخرى او المقلات التي نضيفها الحرشة سنضيفها من الاسفل و سنضيفها المقلات التقب سنضيف المقلات سنضيف الي هكذا ثم من البابي المقلات سوف نقلب عليها بحلقة السينية بالنسبة الوقت الذي سوف نقلب فيها هذا الكيك حسب الغاز سوف تشمون ريحة الكيك أو ريحة الفانيلا تعرفوا بأن الكيك يطاب وتجربوه بأحد الكيك يغضون الخشب اللي لقيته هنا فهي تكون طيبة فلا تخافوش من الكيك المقلات سوف نقلب فيها لا تستطيع فرن سوف نقلب عليه ونسنى حتى يطيب بعد ذلك لنضيف السيرو أو السيرو اللي سوف نسقي بها الكيك بالنسبة لسيرو سوف أعجب عليكم الختيار طبيعي الحال ممكن تخلطوا الحليب مع القهوة سريعة الدوابان مع بودرة شوكولاتة الحلوة سوف نضيف الحليب سكر اللي بغيته أنا عندي هناك كاس تقريباً 120 مليلتر وعندي هناك تقريباً 50 جرام دير الشوكولاتة السوداء سوف نضيف الحليب ديالي ان شاء الله يسخن فوق النار وهذا الكتعة ديال الشوكولاتة سوف نقطعها قطعة صغيرة باش الدوب ريال الحليب هذي نسخننا ندب الحليب ديالي ونقطع الشوكولاتة وارجع معكم ان شاء الله صفين بعد ما سخليي الحليب هنتم كيفك تشوفوا نقطع 50 جرام ديال الشوكولاتة تقريباً 8 ديال القطعة مربعة تقريباً 8 ديال القطعة التقريباً 8 ديال القطعة هذي نخلطه مزيان بالشكل هدا حتى غذي دوب لي الشوكولاته مزيان ومساجم ليه مع الحليب وارجع معاكو معاود سوف كيف كتشوفون بعد ما خلطتم زيان وداب ليه داك الشوكولات قدي رجعو هنا الكاس تقريبا غدي جيني هنا كاس كامل قدي نخلي كي يبرد بما يطيب لي الكيكي ان شاء الله ونرجعو باش غادي نسقيوه هنم بعد مورو 30 دقيقة او لا نصف ساعة فانا عريت عليه كيف كتليكم راكت يعني كتشمو هذي كريحة دي الفانيلا جرب حالكا بعود دي الخشب وكي يخرج ليه ناشف يعني كنجربو من جميع الجيهات سوف يبها الشكل هذا دبعنا غدي نحيد هين شاء الله فوقنا دي رفت عدق وعاد غدي نسقيوها بسيرو اللي وجدنا ساب الكيك ديالي هو هذا بعد ما نزلتون فوقنا كنت اكد انه يعني ملاصقش لي في المقلات كيف كتشوفون ملاصقش عندي في هذا الشكل هذا قدي نقلبها في طبق التقديم بسم الله كيف كتشوفو يعني من الاسفل دياله ما محروقة ما حتي شي حاجة محمرة زوينة وخفيفة نتقبها شوية هكاية واحد الكيوغدو لاب واحد العود ونسقيها بخليط هذا اول هاتي سيرو اللي وجدنا بالحليب والشوكولة حسا تشربها لنا مزيان نخليها تبرد وعد ندقل ان شاء الله ندوزو باش نحضروا الطبقة ديال قاناش كيف كتشوفو من بعد ما سكيتو او خليطو برد مزيان غادي نتقلو باش غادي نحضرو الكريمة اولا القاناش اللي غادي ندير على الوجه فبنسبة لهاد القاناش انا اللي كي جيني ساهل غادي نديروه هنا غير بالفلون اولا بالعلبة هكا الياغورت بالفلون العلبة ديال هاد الياغورت فيها 80 جرام وغادي ندير معها 120 جرام ديال الشوكولاتة السوداء غادي ندوه بانه هاد الشوكولاتة السوداء دابه في الباما غي كيف شته وغادي نزيد عليها هاد العلبة ديال الفلون ونخلطها مزيان زيان حتى غادي ندامج مايبقش ديال القيطع ديال الفلون بهاد شكل هدا كيف كتشوفو كيواللي لامع واسود يعني اللون دياله غامق غادي نسرح هكا الطبقة ديال القاناش فوق الكيك نصر تزين عندي هنا فيرميسيل شوكولات عندي حبيبة ديال الشوكولات وعندي هنا يا ياغورت يعني بالكاراميل ديال درهم راه معروف درتو هكا فكورني غادي نقطع لي هكا شوية الرأس وغادي ندير خطوط دائرية او لحالزون يبتداء يعني من الوسط ديال الكيك بهات الشكل هدا ومن بعد غادي نجيب واحد العودة ولا سيكي وغادي ندير تزين ديال ملفي خط غادي واخت جاي بهات الشكل هدا حتى غادي نكمل الكيك ديالي ونجيب هاد الحبيبة نديرهم في الوسط وبالنسبة لجوانب غادي ندير لهم هاد البرميسيل شوكولات ودين دائما كيبقى اختياري تلقوا ان شاء الله مع التقديم والشكل النهائي وكيف كتشوفو هنا يا كان هدا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي سايبت معكم اليوم كيجي زوين بزاف صراحة ما نقدرش نوصل لكم شحال كيجي زوين وسهل ونقدر نقول لكم انه كيجي يعني حسن من الكيك ديال الفرن كيجي خفيف بزاف بزاف كيجي بنينه من أرواع ما يكون وبيطابعة الحال كيف العادة غادي مقسم معك واحد القطعة كيفو كيجي من الداخل وكيفو كيجي القاوام دياله كيف قلت لكم وبوراو كيجي يخفيف بزاف وغايني اجربوه بعينيكم مغماطين في المقلات كيف قلت لكم هي سهلة بزاف وكيفو كيجي من الداخل كيجي يخفيف بزاف بزف وكيجيهش وكذلك كيجي حتمع اللك بهاديك السقوة اللي سقيناه ديال الشوكولة غادي نديرو معكم بطبيعة الحال في طبق باش غادي تشوفوها عن قرب وتشوفو القوام ديالو كذلك والكريمة كيفاش كتجي كتجي هائلة وكتجي بنينة بزاف يعني ما نحتاج نقول لكم هذا كيك يعني العشاق شوكولة يعني كيك بالكاكاو مسقي بالشوكولة وقاناش كذلك بالشوكولة زوين بزاف نتمنى يعجبكم إن شاء الله وإلى عجبكم كيف العادة ما تنسوناش من لايكات البرتاج مع الأهل والأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي إلا كنتم من الناس لأول مرة كيشاهدوا القناة خارطوا معنا بالضغط على زر الاشتراك أو لأبوني أو لسبسكرايب موجود أسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل جديد بهذا كنكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات أخرى إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر